قياس الكتلة الذرية أو الوزن الذري Measuring Atomic Mass تعريف الكتلة الذرية أو الوزن الذري الكتلة الذرية أو الوزن الذري لعنصر ما هو مجموع عدد نيوترونات والبروتونات الموجودان داخل نواة ظرة العنصر. وقد تكون ظرة العنصر نفسها تحتوي على أعداد مختلفة من النيوترونات. فبالتالي يكون لها كتل ذرية مختلفة بحيث يطلق على تلك الذرات المختلفة النظائر. فعلى سبيل المثال يوجد في الطبيعة نظائر لذرة الكربون التي تحتوي على ستة بروتونات وستة نيوترونات أو ستة بروتونات وسبعة نيوترونات أو ستة بروتونات وثمانية نيوترونات. وبهذا يوجد في الطبيعة كربون 12 وكربون 13 وكربون 14. قياس الكتلة الذرية أو الوزن الذري تعتمد الطريقة المستخدمة لقياس الكتلة الذرية على ما إذا كنت تريد قياس الكتلة الذرية لذرة واحدة أو عينة طبيعية أو عينة تحتوي على نسبة معروفة من النظائر المشعة. الكتلة الذرية لذرة واحدة منفردة لنفرض أن لدينا جسمين أحدهما يسمى A والآخر يسمى B حيث إن وزن الجسم A معلوم ويساوي 12 كيلو جرام. أما وزن الجسم B فهو مجهول ومطلوب إيجاده باستخدام ميزان الأوزان ذي الكتلتين. باستخدام الميزان سنجد أن كتلة الجسم A أثقل من كتلة الجسم B. ولمساواة الكتلتين سنقوم بمحاولة تقسيم الجسم A إلى 12 جزءاً ثم نضع جزءاً منها على الميزان لمقارنته بالجسم B. فسنجد أنهما تساوية. فهذا يعني أن الجسم B كتلته واحد على 12 من كتلة الجسم A والتي تساوي واحد كيلو جرام. وهذا يعني أننا أوجدنا كتلة الجسم B بالنسبة لكتلة الجسم A. وبنفس الطريقة يتم قياس الكتلة الذرية لذرة عنصر ما. فقد استخدم العلماء الكربون 12 ليكون الكتلة الذرية المعلومة التي يقاس بها الكتلة الذرية المجهولة. وذلك لوجودها في كل مكان تقريباً في الطبيعة. وحدة الكتل الذرية وهبع العلماء تعريفاً لوحدة الكتل الذرية U ينص على أنها تساوي واحد على 12 من كتلة ذرة الكربون 12 أي تعادل تقريباً 1.66 في 10 أس سالب 27 كيلو جرام.